وصلنا وياكم أحبتي المشاهدين إلى يا ليتنا ولا زال التمني بأن نكون مع الحسين فيا ليتنا كنا معك يا سيدي أبا عبد الله لكنا العون لابنك السجاد الذي أثقله كاهل المرض والسبي ليحمل فقه الإمام ألقيت على كاهله حتى يحملها بأمانه يا سيدي أبا محمد التاريخ ظلمك هواي فما صلط وضوء على شجاعتك ونت تناصر الحسين عليه السلام بل اختصروا دورك الكبير بالمرض والبكاء فكيف لا وكنت أنت المداث عن قضية أبيك في عاشوراء وكانت لك صولات وجولات في معركة الطف فيا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله لا زلنا نقول بيا ليتنا كنا معك يا سيدي يا سجاد الأئمة وزين عابدينهم أي قلب تحمل وأنت ترى أبوك الحبيب وهو واقف ينادي ألا من ناصري ينصرني أنا متأكد أنه هاي الكلمات زادت عليك الوجع ولا ربما كان وجع المرض أهون عليك من وجع قلة الناصر أي رباطة جائش تملك وانت تشوف أخوتك الأطفال هاربين في الصحراء لما احترقت الخيام على رؤوسهم ويا حالة مريت بيها وانت تشوف أنتك زينب حايرة بأطفالكم ومدافع عن حق أبوك وتظهر ظلامته للملأ وأي حال كان حالك لما انشفت رأس الحسين سلام الله عليه بيد أحقر خلق الله أنا متأكد أنه من يملك شجاعة جدة علي وصبر جدة فاطمة راح يكون الرابح بهاي المعركة الخاسرة ماديا والرابحة معنويا ليس البكاء من شيمك يا سيدي بل كانت رسالة حتى توصلها للعالم بحجم الجريمة اللي يتعرف إلها والدك الشهيد دورك يا سيدي يا أبا محمد يا زين العابدين مثل دور عمتك كان في الدفاع عن دين جدك النبي وكشف زيف دين بني أمية جديد اللي يقدموه للأمة في طبق بيزنطي مسلفا لأناس جهال يا صاحب الدور الكبير في حرب ناعمة مع زبانية السلطة الأموية إقامة جبرية وتقارير من رفاق حزبيين أمويين ومداهمات البيتك مفاجئة ما وقفتك أبد من نشر مفاهيم دين محمد الأصلي وتخريف دين أمية المزور حياتك كانت هي مصدر قلق أكبر لبني أمية وأنت الناطق جهارا نهارا عن خبثهم ودسائسهم ومعاداتهم لدين النبي فكنت صاحب الدور الذي هدم جزء من سلطة الرفاق الأمويين أرفوك مثل جدك علي مداهن ولا تجامل ولا تشتري بالأموال فما كان على الرفيق هشان بن عبد الملك إلا أن يبعث بتقرير حزبي لأخيه رئيس لجنة الاختيالات الوليد بن عبد الملك أن اغتيل ابن الحسين بحسب قاعدة عمهم معاوية لله جنود من عسل أي اقتله مسموما بمكيدة وطريقة أموية حتى نرفع الشبهة عن أنفسنا بقتل الإمام فيا ليتنا كنا معك يا سيدي حتى انخفف عنك وجع السم الأموي اللي قطع حشائك وكان هولنا عليك ألم القتل البطيء الخبيث ولكن يا سيدي أنا متأكد بأن أهلك قد حضروا عندك في لحظات النزاع الأخير ولربما قطروا لك بقطرات الماء العذب وعند موتك غسلك وكفنك ابنك الباقر وأنزلك إلى ملحودتك وأنت جسد سليم ولستك أبيك الحسين الذي لم يحظى بكل هذا ساعة استشهادي لا أريد أن أذكرك بتلك الفاجعة لكي لا تسيل دموعك الأبدية على والدك الشهيد